زوار موقع سبوت 360 تحياتي لكم في خبر مر بالأيام الماضية مرور الكرام وهو خبر تعيين إيفان قازيديس المدير التنفيذي السابق لأرسنال كمدير تنفيذي جديد للنادي ميلان فمين هو إيفان قازيديس وشو إنجازاته السابقة مع أرسنال وشو ممكن يفيد ميلان بالأيام القادمة بداية إيفان قازيديس هو من موليد جوهانسبرغ وهو أيضا يحمل الجنسية اليونانية معه الجنسيتين الجنوب الأفريقية واليونانية هو من موليد 13 سبتمبر عام 1964 بما معناه أنه عمره 54 سنة هو صغير انتقل لمدينة مانشستر وللمفارقة هو شجع نادي مانشستر سيتي علما أنه صار فيه بالمستقبل مدير تنفيذي الأرسنال لمدة عشر سنوات وهنا مثل ما معروف خصمين لدودين عرضية الملعب بداية عمله فعليا انضم للطاقم الإداري للدوري الأمريكي للمحترفين مل اس عام 1994 عام 2001 بس هو يعني العضو المنتدب لهذا للدور الأمريكي للمحترفين وأعلى سلطة إدارية فيه عام 2008 انضم لنادي أرسنال بمنصب الرئيس التنفيذي وأكبر إنجازاته أنه هو نجح أنه يحول أرسنال رغم عملية بناء الملعب ورغم كل شيء إلى قوة اقتصادية كبيرة وهذا الشيء تم من خلال مهارته الشديدة في أنه يعقد الصفقات ويجلب الرعاة لهذا وطبعا أبرز صفقة رعاة هي رعاية طيران الإمارات لقميص النادي طيب منيح شو أهميته للميلان؟ بداية هو ملأ فراغ إداري كتير كبير باستلام ومنصب المدير التنفيذي وهذا الشيء رح يخفف على رئيس مجلس إدارة باوروس كاروني اللي كان مستلم تقريبا هذا المنصب فالمسؤوليات رح تتوزع وحيكون في عنا هلأ شخص مسؤول عن كل من المفاصل الإدارية بنادي ميلان وهو ما سيمنح الفريق استقرار أكبر مهارة إيفان كاسيدس في عقد الصفقات مطلوبة بشدة بنادي ميلان في ظل هروب الرعاة بعد الفترة السيئة اللي مر في النادي وابتعاده عن المطولات الأوروبية وابتعاده عن المنافسة النادي بحاجة لأموال من رعاة من أي مكان آخر لضخ استثمارات في الفريق وإعادة الفريق إلى الواجهة وهذا الشيء أفضل من يقوم به بناء على مسيرته السابقة هو إيفان كاسيدس عمل طويلة مع أرسن فينجر في نادي أرسنال مدة عشر سنوات ولم يتدخل أبدا في عمله الفني وهذا الشيء بيعطي نوع من الطمأنينة ويخلق استقرار حول أي مدرب في ميناء سواء الحالي قاتوزة أو من سيأتي فيما بعد وهذا الشيء مختلف عن ثقافة ميلان لكلنا من نعرفها وكان برلسكوني يدخل بتفاصيل دقيقة حتى في عمل المدربين وكان يزعجهم في كثير من الحالات استلام الإدارة التنفيذية لنادي ميلان هو تحدي شخصي لإيفان كاسيدس بحسب ما قاله في بيان الرحيل بما يعني أنه هو رح يعطي كل ما عنده لإنجاح هذا الفريق وإعادته إلى الواجهة المسألة الثانية صندوق إليوت للاستثمار يسق به ثقة مطلقة ولا ما كان عينه في هذا المكان مما يعني أنه أي طلبات استثمار سيطلبها كاسيدس من الصندوق إليوت سيتم الإجابة على معظمة وأيضا مهارته في جلب الصفقات ستعني أيضا دخول أموال إلى نادي ميلان وهي الأموال رح تساعد بإعادة بناء الفريق وفي الاستثمار لجلب لاعبين مميزين وبالتالي عودة ميلان إلى الواجهة هذا كان كل شي عنا أي أسئلة بتحبوا توجهها سواء عن ميلان أو عن غير ميلان نتلقى الأسئلة عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا وأيضا عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيني أنا متري حجار أو حتى عبر البريد الإلكتروني الشخصي اللي موجود على صفحتي وبانتظاركم وتحياتي لكم اشتركوا في القناة